نشارك و نشارك كعوض و جمعية أشكي شكل لك معارضي غير زيماف منطقة ديالي وتشكي لي فرح كبير باش نشارك فصل المعارض العرويقات المعارض بحالي بحال الناس و كان العرض منتوجات ديالتين غير لي منتوجات قديمة بحال هذه ديرنا واحدة جولة في داخل المعارض بحال هذه تسميها بشحة تسكى نصطا أعود أعيدها تسكى نصطا هذو كيخدموا بها اضطرابي كمية هذه و ما هي باقينا كيستعملها لذلك أسميته هذه قليل لأن الوسائل كيستعملها للصي الأرانيب و قديما الذئاب والكلاب والتعاليب ما رسالتك التي تريد أن توجهها للمشاهدين علاج بالضبطة الاهتمام في هذه الصناعات الحديدة القديمة مورود قديم الرسالة رسالتك كيستعمل عن الصوت أريد الصوت أعتقد أن هناك محدود مبنى لأن هناك من نظر لأن نظر على دقار وأن نظر في Tanzania بأن يمكننا التطوير لأن هناك مناسب يجب أن نظر على مستوى فلنطرت أو يعلم طاقة رائد ومن ثم يجب عليها الميزان وبعدها ونظر من الببان ورسات هل تعرفوني الورشات؟ صحيت الميزان كان الم مصطع من أطول مصرات يوضحون المعركات ونظر ما بين الشركات ونظر دائما يعمل لدى الورشات ونظر أيضا دائما إلى أطول المصار والسلسان بسيطة المصطع هل يريد أن تصنع بالطلب والأطولين السلسات؟ حسب الطلب والحاجات والشركات وعندما تسميته بفاق الشارج والبالكون 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 والجزراد هدو كثيريات ديال الفير فرجي تخليب هدو كثيريات جوج بلايس ديال الفير فرجي من صناعة صانع وحرفي كما نقول اسيرة بطريقة تقليدية ولكن تتطورت وعاصر بالنسبة لروج وش الناس كي سغلو كين المحببين ديال صناعة تقليدية ويولودون ادخال بعض الشيء من العصرانة في ويشعرون المعروفين في الصناعة التي يريدون ويسروا ماذا تطلبون لك التطور وشعرون أنهم مازالك يطلبون تجربة الحديد؟ مازالك يطلبون ويشعرون يشعرون لانه صناعة تقليدية وصناعة كثيرا وصناعة وصناعة كيتحافظ على اسميتو ديال البيئة وكيتبقى واحد لمده كيتحافظ على البيئة انها الحديد والخشب ماشي ماشي بحال في اسميتو من عيدين الفناضيق و الرياض واسميتو ماشي بحال بحال وهي تدوم مدة طويلة في استعمال دياله وهذا ما ماشي ممكن هذا 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 فورن كيتصوب محلين هدو كم اللي كيتصوب محلين بتنغير الطوا دياله يتخدم في الخبز والحلوة واشياء كثيرة ونطلب من المواطنين الاهتمام ان يعطوا اهتماما اكثر للحرفة للحدادة لانها مورود قديم واعطوا اهتمام اكبر لكي تتنمى جد الوام وانها مدد واناتي 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 كم شراء واناتي كانت تسامحة تجونا الطرف في الحياة اليومية أن كل يوم يأتي طرفي في الحياة اليومية في التقطرية العنارة كل يوم يأتي صناعة تقليدية من ناحية الخاشب و من ناحية الحادي العنارة الخاشب و من ناحية الحياة لنستمره يجب أن يكون لديك زيت سبي خاليد سبي خاليد سبي خاليد سبي خاليد الرئيس المجمعيين الرحمة لتنمية الحرفية المحب والمطار تقريباً تقريباً سبعان 2013 وكانت سبي خاليد يتكوين جيل جديد لأنه يدخل قيمة عروض يتكوين الصحة الصحة من الصانع والحرفة يتكوين جدا يتكوين جدا ونطبق مستخدم ونطبق مستخدم يتكوين حرفة حرفة بلد يتكوين جميل وعلى حرفة عشرة تجد كثير يتكوين تكوين المترجم للقيمة أتمنى أن تكون مختلفة وأن تتحركوا في قيمة لحواي شيء قدير المترجم للقيمة المترجم للقيمة ما طلبكم أهمية وما طلبكم إهتمام وطلبكم لن يدرى لن يدرى لأنهم يحرون يدرى الحوايجات القيمة انت ينشاع الله ونظر ونفسك فهي لا يوجد حياتي لا يوجد حياتي لا يوجد حياتي كنا نمي جمعي أما الجمعيات تضع الحرافية ونجد وجهة تقليدية ونحن نتعلم لماذا يوجد حياتي لا يوجد حياتي حياتي لا يوجد ثلاثة المسؤولين أولاً بعدها أدسة ثمان بعد الصناع الصناع تحب أولاً أدود نقرب أشكوية الصناعة أدود نقرب أدود نقرب النقرب أدود أدود نقرب نقرب أدود نقرب الآن لاحقاً أدود نقرب أكثر أدود نقرب ومعلمات الأدود ستقرب المترجم الى الهجراء هذرناك سمي برنا مغرية و برنا مغرية مهم اشكو باشا تقيم الحرف تستوي الضيكة امزال تريسة تلقن هناك معنى ان يمكن ان تتسوفيز ان يمكن ان تتلقى ايضا 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 حسنا لا خلالي ثلاثتين اخر كلمة اخر كلمة اؤلاء اهتمام الصناعة لا تقليلية لا التقيلة لا اقناتنا مجارا ويقول لنا احيانا الحرا في الدكويتني اداشت في كيل اهتمام سيكوفلا وزارة صينتريدية اداشت في كيل اهتمام سكسي ونادي لكانت دام باشا ادوري 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 المعلم معنا انا الثلان الشاب من مدينة تيغير جنوب وشارك المغرب مبدعون تحفة فنية رائعة كما تلاحظون الساعات ونحس على الخشب نحس كما تلاحظون المنتوجات السيارات المنتوجات الخشبية التي نحتى بأياده الدهبية التي صنعت تحفة فنية تلاحظون السفلة يعني كلها تحفة فنية دات جمالية رائعة ودات قيمة فنية ومحتياري عجدان مرحبا شكرا شكرا حبيب طيب فنان وصانع تقليدي بمتين مرحبا مرحبا أن أقرب إلى العرب منتوجات يدوية مصنعة من هذه الأيات أنا من مواليد أشباره أشباره كما زروا المشاهدين الكرام هي جنوب مدينة تنغير تنغير كما داخل التراب مدينة تنغير من الجنوب الشرقية مغرم من السفوح الجنوبية الجبائي الأطلس الكبير في المنزل نوات المنزل سمينة مطور سمينة تقليد لأنه نوع الخديم الذي يخرجه سنة 19 مدد أي نوعي من أخشاب التي استعملتها فيه؟ استعمل جميع الأخشاب جميع الأشياء تنشي نحاول أن نحاول أن نستعمل تغشير في الأشياء عملة إعادة الصناعة وإعادة الصناعة لكي لا تنسي تلوث البيئة وتمشي إلى الأفريض والحمابات ونحاول أن ننقي القبيعة من هذا التلوث ثانياً أصنع من هذا الأخشاب خطع أخشاب صغيرة أو كبيرة ونحاول أن نصع بأشياء تتفايدها تتخليها ويحاق ونحاول أن يستعمل تغشير ونحاول أن تتشغيل على الأشياء منذ سنوات أنا حصلت على ديبلوم حصلت على ديبلوم في مؤسسة مؤسسة تكوينية خمفة إكسرين بديدة عبيل وحصلت على شهاتة كباءة ومؤسسة إسبانيا وحاولت أشتغل بهذه الشأنة في المؤسسة إسبانيا في المؤسسة إسبانيا يعني عليكم عن إسبانيا أشتغل في بينادي جدت بهذه الفكرة وحاولت أن أطور هذه الفكرة أن في هذه المنطقة وفي المغربة وفي هذه المنطقة دازلت فكرة أو ثقافة المنطقة وما يسبب الزقافة ديبلوم دازلت قصيرة جدا في هذه المنطقة أنت لا تخيزوا بدعمال من طرف المسؤولين ومحاولين عندي وعود كثيرة عن طرف الحكومة المغربية عندي وعود كثيرة من طرف المؤسسات حكومية وحكومية جمعيات أو تعامليات ومن الغرفة ولكن أملي كبير لازلت في انتظار حاولت أسست لنفسي أسست لنفسي أسست لنفسي مؤسسة صغيرة مؤسسة صغيرة حاولت أن يتوين نفسي من نفسي واشتغلت فيها مدينة عامين وعرفنا بهذه التحفات حسب أصنافها وعرفنا بهذه التحفات سفينها سفينها لا مدد سفينها تطريف هي ويدنا لو تعرفنا على هذه التحف الفنية كيف صنعتها ما هي الظروف التي صنعت فيها هذه التي أبدعتها وانا حتى في هذه المنحوتات وهذه المصنوعات الإبداعية مثلا أعرفكم بهذه التحفة نموذج لقصبة في الجنوب الشرقي بمدينة ورزازات قصبة 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 قلوب في ورزازات وحسب وهذا نموذج نموذج يمزج ما بين الأصادة والمعسرة نموذج لضيعة مغربية في داخل المغرب في داخل هذه حافظة للمشروبات كل واحد يستعمله وسكا وفقا متطلباته تحافظ على المشروب ولها منظر جميل عندي نموذج سيارة قديمة من سنعة فرنسا قديمة في فورد وسيارة قديمة في الربعينات وآلات موسيقية مدافع محوتات كم استغرقتها من الوقت لصناعة هذه كل واحدة حسب الوقت وحسب الظروف مثلا هذه السفينة استغرقت لي شهرين شهرين أنا استغلت على نظام تفكيكها إذا أراد أحدنا ينقلها إلى مكان آخر قابلة للتفكيك أي نوع من الأخشاب تعتمد عليه في هذه الصناعة أعتمد على الأخشاب مثل خشب العرعار خشب القرقع خشب العرعار هو خشب مغربي هناك أشجار عرعار تنتشر في غابات المغرب خاصة في الأطلس المتوسط وفي الأطلس الكبير أيضا هي نوع من الأخشاب مشهور مشهورة ولكن قليلة جدا في المغرب أما هذه السفينة سفينة القراصلة لبيغات هذه مصنوعة من خشب عود ثقاب كما ترون استغرقت استغرقت في صناعة هذا هذا النموذج شهر ثلاث أسابيع ثلاث أسابيع أصنع فيها سفينة أو أربعة الوقت إنجاز أربعة كواحدة لأن الوقت لم أشتغل باستمرار يحتاج إلى نوع من 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 ما ترونك هل هذه فقط هواية أم أنها فقط مهنة وحرفة في الأول كانت هواية لأن أي مهنة إذ لم تستهويك أو تهوي أو تحبها لم يصعب عليك أن أن تشتغل فيها بالنسبة للرسالتك الرسالة التي تبرد كما نقول بالأمازيغية الرسالة التي تريد أن تصلها إلى إلى العالم وإلى مشاهديك خاصة على قناة بي بي سي أربيك على برامجان الشهيد ما هي الرسالة التي تريد أن تصلها إلى الفنانين وإلى كل الناس الذين يشاهدونك رسالة إلى خاصة المغاربة وأبناء الجنوب الشرقي وأبناء الجنوب المغربي وإلى دول المغرب العربية أو دول الإسلامية وغربية ومن خصوص الدولة المغربية رسالة إلى الشباب لأن هذه المهنة وهذه الحرفة شيء من قبل الآن أنصحه جميع الشباب إلى الإنخراط أو للإشتغال في هذه الحرفة لأنها حرفة نقية وحرفة ذات قيمة ومهمة جدا لأن المغرب الحمد لله يزخر بموارد بشيرية كبيرة ومجموعة من الشباب الآن لا يريدون الإنخراط في هذه الحرفة مثلا بنحتك لهذه القصفات مثلا التقليدية ما هي الرسالة التي تنتج لها من خلال مثلا هذه القصفات قصفت مثلا عن حدوغ ثم قصفت قناوي أين تنغير من كل هذا؟ أريد أن أعرف حدوغ توجد في منطقة ورزازات تنغير جارة لورزازات تنغير تابعة لعملة ورزازات لكن رسالتي أريد أن أعرف بالمنطوش المغربي هذا نموذج لقصبة مغربية في جنوب الشرقية بورزازات ومعروفة جدا لأن المشموعة من الشركات قد أنتجت أفلام أفلام في هذه القصفات أو في هذه القصفات الارتة الإبداعة والفنية التي تنوي مستقبلا أن تنجيزها ثم أيضا رسالتك إلى سؤلين خاصة المسؤولين في وزارة صناعة التقليدية المغربية أولا أ mascara وشهو بالشكر للوزارة لأنها فتحت أبواب ولكن وجواجها بالخصوص نوجه الشكر إلى ظرفة صناعة تقليدية بتنغير إلى المسؤولين الرئيس والمدير سيم بارك واسل عمال لأنني أعطوني دعم كبير وأعطوني أفكار جديدة لكي أنخذ هذا المصار نصحوني بالاستمرار والصابر ولكن رسالتي أمان كبير أريد أن نوجه الرسالة لكي يكون الاهتمام للصانع التقليدي ككل ليس أنا وحدي لأن هنا مجموعة فنانين تقليديين ولكن الدعم غائب جدا كما أقول لم يوجد أتمنى من الجات المشكلة لدعم الصانع التقليدي كلمة آخيرة بالأمازيغية أرشكرغ القاند برنامج أنا تشاهد على قناة بي بي سي آرابيك أتمنى جميع الزوار الذين يحجلون المعرض نجيهوي أتمنى المشؤولين أن ينضمن المعرض لأن هذا المجمع الزوار المهتمين لصناع التقليدي المهتمين للطراث المغربي لتنصحها للشباب لتنصحها للشباب لتنصحها 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 لأنني أتمنى وشكرا شكرا جزيلا لك بالنسبة ل المعرض وهناك معريض في تنغير ومعريض في مستوى أول مرة كنت نشارك في هذا المعريض ونذكر من مستوى موانا كصناع الدخليطية وكل أشكال وكتبسؤول إيضا قائمة من الوجه وقد نحتاج إلى ساعدة العائل من العضل هل أنت أول مرة كنت جاء لهذا المعريض في تنغير؟ أول مرة كنت جاء لهذا المعريض في تنغير؟ أكيف هاجه؟ أول مرة كنت جاء لهذا المعريض في تنغير أول مرة كنت جاء لهذا المعريض في تنغير ما هي الأشياء الجديدة والأمور أخرى التي تشاهدها في منطقتين غير؟ أولا نشارك المعريض في مجموعة من الصناعات تحديث من الصناعات المعريض في تنغير من الصناعات المعريضة مرحبا بواسسنة سيكون هناك أول مرحبا بواسسنة وفي حاجات تقليدية ما هو الرواق التي تركبت الزافزع؟ أو أثار الإعجاب أو الإنتباه؟ كل شيء سعاد تقليدية مزيانة كل شيء سعاد تقليدية مزيانة مطمع كل شيء سعاد تقليدية مزيانة كيف أقول لك أمام كيف أقول لك نفس الملاحظة؟ نعم عارضات من مدينة مراكش أول مركز جيلتين غير؟ أول مركز جيلتين غير أنا أعرف إنها مزيانة مقبيرة هي مجلتين أمزيانة ولكن لسؤل حضر أعتقد أن نعلم في المعارض يوجد المستوى التي نفعل المراكش كانت نفعلها لنا في مدينة بدونها مدينة أو المعارض أصبرني ولكن أولا المعارض لم اقترس لهم مستوى العارض تقليدهم الأقل وغيرتهم من المعارض لا اعني مستعمل من الاجتماعي ومن الاجتماعي من الم perchان من طلب موضوع في ناجتك خلال بحلونا ببطيق يا عراض هذا البوار Didi قرام معناه 1 زائري العارضين ترجمة نانسي قنقر لا يوجد المعارضة 100% لأنك تلقى بعض الإقلابات الجوية كيفية الزمشتها وكيفية الريح وش ترويجه شوية الوقت؟ لا أعلم 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 أحد الصناعة التقليدية بمدينة ورزازات الذي شارك بالمعارضة الجاوية الصناعة التقليدية سيمولا سعيد كما تلاحظون قوي بعزيمته وبأرادته القوية وصميمه القوي صنع تحفا فنية رائع جدا يعجز حتى أصحاب الجسام القوية ولكن بعقله النير وبأرادته وعزيمته القوية صنع عديد تحفا فنية الرائعة سيمولا سعيد تعرفنا بهذا المعارض والمتوجات والمعارض الميهني فهذا المجال هو محترف للتزيين المعديني يوجد بشريعة محمد خامس ومن تزي تورير بمدينة ورزازات قرب مدينة نغيرة على بوعد 160 كم تقريبا هنا بجنوب شرق المغرب سيمولا سعيد الله حسنا أنا تلد الدير المعدينة هذا تزيين المعديني يعني هو منين وكل الخبز وختمين وجينا لهذه المدينة ديرتين غير باش لشهر و هذا المنتوج دينا في هذه المدينة إلى حسب الكماند لحسب الكموند و هذا باش اللي بينه لليس لاشميته دينا الصناع دينا اللي تل صنعوها و شكرا يشيلك اتعرفنا بهذا مدوجات كيفاش تصنعوها وكذا وحدة وحدة. اكي بالمساعدة دياله. المساعدة ديالك سميته? موليس. اخذي. اخذي. واشا تدب واحدك اللي كتصنعها لشو اللي كيساعدك هوك؟ لا نوت. عندك ما حالة في ورزازات؟ زيان. يعني احنا يتلجيبوا هذا المعدن هذا من مدينة مراجج. تلجيبهم من مراجج. وتلخطونا الحناية في ورزازات. تلجيبوا الفخار ديال اسفي. يعني المهم ان اي حاجة تنزيل المعدنة. تكون عود تكون مريو تكون قبلة تكون اي حاجة تنزيل المعدنة. عندها ديالك تلجيبوا الفخار تلخموا ابن نحاس. هده تلخموا ابن نحاس. هذا نحاس. تلخموا ابن نحاس ديالك سواء. لقد أخذنا واحدة سميته لبناء يجي معه وإذا جئنا الحط وكما هي قاعد الناس عندهم وإنها تنسين هذا هو الذي يبيعها ما حكي يأخذونه شيء من الوقت؟ على حسب البياسة كم من وقت يستغرق النحش وصناعة هذه الحامجات؟ كان البياسة التي تتدي لكم 3-11 ساعتين على حسب الحاجة حتى معين أخذ المرايا أخذنا مصنع سميته ثم تتخذ عبارة المرايا يجب من واحدة ميطال ممانيو ممانيو يمكنك تخذ من المنقش وعوج وممانيو بلاستيك وبعد الخدمة مجموعة من الاتصال المنتوجات مثل البلاستيك والمعادن يشتغلون على الخشاب يشتغلون على مجموعة من المنتوجات كما ترحيلون أيضا على الخزف الفخار الفخار خنجر يشتغلون مجموعة من المواد المعدنية بالدرجة الأولى وبعد تحفل فنية التي نحطتها يدو منصنع يدي المنتوجات يعني تعبر عن العصارات والصناعة التقليدي في المناطق الجمهور الشرقية ماذا أخير كلمة تقول لنا سيمولا سعيد ماذا يرى تلك من خلال مهنة فقط مهنة أو مهنة أم مهنة أيضا على الاسباقي مهنة أم مهنة أم مهنة مهنة أم مهنة أم مهنة أم مهنة مهنة وكانت في المناسبة هذا المدوى كانوا في الناس من الغربان من الزراجات من زاقورة على حسب الصناعة وخدونا أم مهنة أم مهنة ترسلها لأن لن يترسل لندي معلومات كثيرا لأن كانت لدي مهنة يمسؤولون على المعارض والمعارض على المستوى واللي مزيلا هي أنه معارض ديال التواصل بنسبة الصناعات الفليديا وبنسبة الزي المغربة المغربية ككل وديال المنطقة لأن المنطقة كتير فرها كبيرة بزنف كين يتعطى كين صغروا كين تنغير بالضبط الى آخرى وهذه هي الإفادة الأولى اللي يستنشعنا اللي لحظة أنا بأنه يعني كين الصناع إن شاء الله غادي يعطيه في المستقبل إن شاء الله الشباب لا في ميدان ديال الخيطة ولا الفصالة ولا ديال البلدي ولا ديال هاتشي هذا كله وكان تواضح متمنوا ديال قبل إن شاء الله لم يكن في المستقبل للسغ ... بل Learning أدونا هذا الإ 나는للي معارض لشباب يكتو يا ميدوني ولكن إذا لا كان يكون صعب إلى أن الجيش ف collagen هذا هو اللحظة يعني ولمعارض لحظة ديال الشباب غير كم يتعطAME بالنسبة له المنطقة اشتركوا في القناة